ينضم إلينا منا بغداد مراسل الغد محمد فاضل محمد يعني تفاصيل المشهد السياسي واتصاله وارتباطه بقرار المحكمة الاتحادية العليا نعم سينار دعيني أولا أبدأ من جلسة المحكمة الاتحادية اليوم المحكمة الاتحادية لم تعقد الجلسة حتى الآن رغم وصول أحد أطراف الدعوة وهو النائب باسم خشان إلى المحكمة الاتحادية لكن حتى الآن لم تعقد المحكمة الاتحادية الجلسة الموعد كان عند الساعة التاسعة بتوقيت بغداد الآن هي الساعة العاشرة والربع تقريبا بتوقيت بغداد أي أن هناك ساعة وربع تأخير في عقد هذه الجلسة إضافة إلى أن المدعي الآخر وهو سيد محمود داود أي محمود المشداني رئيس السن في الجلسة الأولى أيضا لم يصل إلى المحكمة الاتحادية وبالتالي ننتظر عقد جلسة المحكمة الاتحادية والنظر في الطعون التي قدمت من قبل النائبين لكن بكل الأحوال صرح باسم خشان وهو أحد أطراف الدعوة أيضا النائب قال بأن لديه أدلة جديدة سيقدمها للمحكمة الاتحادية وبالتالي لن تصدر المحكمة الاتحادية اليوم قرارا بشأن الدعوة المرفوعة طبعا هذا تصريح للسيد باسم خشان وهو تصريح حصري إضافة إلى ذلك العملية السياسية تشهد ربما حالة من الانسداد السياسي خصوصا بين الأطراف السياسية الشيعية طبعا هناك ملاحظة الإطار التنسيقي لم يقدم أي شك والمحكمة الاتحادية بخصوص شرعية الجلسة الأولى فقط كانت هي دعوة مقدمة من قبل نواب بشكل فردي لكن الإطار التنسيقي ما يزال يسعى لإيجاد توافق ما بينه وبين التيار الصدري للدخول في الحكومة المقبلة هو يحاول بكل السبل أن يدخل إلى الحكومة المقبلة مؤترفا مع التيار الصدري هناك وسط الداخلية تحركت لرد الصدع ما بين البيت السياسي الشيعي لكنها فشلت مؤخرا كان هناك أيضا زيارة لقائد فيلق القدس الإيراني قآني إلى العراق وإلى بغداد تحديدا والتقى بعدد من قيادات الإطار التنسيقي حاول أيضا لملمة شتات تلك القوى لكنه لم يفلح في هذه الزيارة طبعا بحسب معلومات متوفرة ما يزال التيار الصدري وما يزال مقتد الصدري يرفض أن يأتلف مع الإطار التنسيقي ككل هو يحاول أن يأتلف مع أحزاب من داخل الإطار التنسيقي طبعا مع وجود رغبة لديه بعدم دخول نوري المالكي رئيس إطلاف دور القانون في هذه الحكومة لذلك تبدو العملية السياسية معقدة نوعا بما بانتظار ما ستقوله المحكمة الاتحادية وبانتظار أيضا الجلسة الثانية للبرلمان العراقي طبعا محمد إذا كانت الوساطات والجلسات لم تقدم أو تدفع العملية السياسية قدما كيف يمكن أن يؤثر قرار المحكمة في ذلك؟ هل هناك إلزامية لهذا القرار؟ بالطبع سينار هناك إلزامية كبيرة لهذا القرار المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة في البلاد وبالتالي أي قرار تصدره سيكون ملزما لكل الأطراف السياسية الموجودة في المشهد السياسي لكن قرار المحكمة كيف سيكون؟ إن جاء قرار المحكمة برد هذه الدعوة فإن الأمور ستسير وفق ما سارت عليه سابقا بوجود هيئة الرئاسة ووجود رئيس البرلمان ونوابه وأيضا سيمضي الصدر بتشكيل الحكومة المقبلة لكن إن قالت المحكمة الاتحادية بأن هذه الدعوة مقبولة وألغت الانتخابات في هيئة الرئاسة فربما سيكون هناك حديث آخر وربما ستضغط الكتل السياسية العراقية على التيار الصدري وعلى من تحالف معه من إيجاد تحالف جديد قبل اختيار رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الوزراء هناك عقدة أيضا في مسألة اختيار رئيس الجمهورية الاتحاد الوطني كردستاني والديمقراطي في صراع ودوامة كبيرة حول هذا المنصب وأيضا القوى السياسية الشيعية في صراع حول الاتلاف وتشكيل الكتل الأكبر وبالتالي المشهد معقد نوعا ما سينار محمد دفاضل مراسل الغد من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر